السلام عليكم نيوم رحند لكم انتخمي الاموسة او شوكولة انسير دفراز داكواز او شوكولة كرسطيان پخليني فويتين شوكولة وغلاساج ميروار ورحندر بنفس الوصفات هاد لفرين حتلو لا رح نبدأو بلانسير دفراز عندهنا مياو خمسين گرام فرولة كنت قطعتها الى قطعة صغيرة وعندي خمسين گرام سكر عادي رح نحطو فوقها رح نحطو فوق النار رح نطيبو لافخيز بالسكر فقط منزيدو لها حتى اضافة واحد اخرى رح نبدأو نديرو لجيلاتين رح نبدأو نديرو لجيلاتين رح نبدأو نديرو لجيلاتين جيلاتين حلال اوراق نحن اخد منها ورقة هنا قطعت الورقة على تنين وحطيتها في ما بارد ضرورة تحطوها في ما بارد باش ما تنتلقش بزاف في الوقت ما نطيب الافخاز نوك الافخاز هنا تخلوهم حوالي اربع دقائق على نار هادية وتحركوهم من حين الى اخر حتى وين كيت تبسوهم بالموس ضرورة تحسوها باللي طابت نوك بعد ما طيب الافخاز نحطها في خلاط كهربائي ونرحيها وراح نضيف لها ملوين نوك انا استعملت هنا ملوين احمر تاج شوكولات قدروا تستعملوا اي ملوين باش نعزز اللون ديالها نوك انا استعملت لابات ديالشيف نزيد نخلطها ملوين مع الملوين ونبعد راح نعود نفرغ الخاليط في الكاسخول ونضيف له ورقة الجيلاتين بعد ما نعصرها ملوين تكون تلقى تروحها ونخلطها مع الكوليح تدو بليب ملوين ونبعد نفرغ هاد الخاليط في قالب كودرت له ملتحت لبابيفين دوك انا تخيرو قالب يكون الحجم دياله صغير على الحجم تاع الملو اللي راح تخدمو فيه لانترمي دوك انا فرغت كمية في القالب وخلي تشويها درتانو في ده فيغين لانو على بالي راح تقعد لي لاموس يعني فيما بعد دو لاداكوات دوك راح نخدم بهم ده فيغين كم تقدرو ديرو الخاليط ديالكم كامل في القالب هادايا ورح نغطيه بالبابيفين ونحطو في المجمد لمدة تلت ساعات على الاقل باش يحكم راح ملح ويجمد بالنسبة لبسكوية راح نديرو اندكوات دوك عندي هنا يا سبعين قرام سكر ناعم عشرين قرام سكر عادي عندي ثمانين قرام بودرة اللوز عندي هنا يا خمستاشن قرام كاكاوو لما تديرها الشوكولات دير تسعين قرام بودرة اللوز وعندي هنا تلت بايض بيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة ولا غيسي فيولي راح نخدمو فيه ما لازمش يكون متشمخ حاجة اللولا راح نحط بايض البيض نحط فوقو السكر العادي وراح نطلع حتى نحصل على مورنغ نحط فوقو السكر نحط فوقو السكر نحط فوقو السكر كاكاو واللوز بودرة وهناك نجي نضيفهم نزيد نغرب لهم ما نجري كنت غربلتهم من قبل نزيد نغرب لهم مرة تانية نزيد نغرب لهم وعندوق هنا بعد ما احطيتهم كامل نحن بدا نخلط نحن بدا نخلط هنا تخلطوا بلاقل فقط من تحت للفوق حتى تتاكدوا باللي المكونات كامل انسجمت في بعض هالبعث نحن بقعدوا تديروا هاللوم بمو نحن بقعدوا تديروا هاللوم بمو بش ما ترا طيبش لابا كواس ديالكم هلا وهنا بعد ما نتاكدوا باللي تخلطوا ملاح نحن بقعدوا في المفوش بش نفوشيهم نحن بقعدوا سوف نضيره هنا في البوردور في البابير كويسان لنضبطه مع البلاتو لنضبطه 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 نضبطه سوف نضبطه الاداكواز بها التاريقه سوف نضبطه على 140 درجة مئوية نضبطه لنضبطه 40 جرام فايتين 60 جرام بخالينه داماند و 30 جرام شوكولات بالحاليب دايبان سوف نضبط شوكولات الحاليب فوق الفايتين ونضبطه فوقها البخالينه داماند ونضبطه كنت تخلط يعني لاحط باللي لغيسيبيون اللي كنت نخدم فيه صغير نوعا ما بدلتو بوحد اخر كبير بالنسبة الكروستين عندو عدة وصافات و الوصفات تختلف على حسب كيفاش راكم حبينا دانك انا بالنسبة هنا حبيته يجي شوية مفتت دانك مكترت الشوكولات هنا بعد ما قطعت الاداكواز يعني على شكل قلبي كون شوية صغير على الامون تعلان تخميلي راح نخدم فيه دانك خضيت تنبابي كويسان درت او فرم تاع انكخ قطعتو بالمقص و قطعت الاداكواز على حسب هاداك الشكل و بعد حطيت فوقو الكروستين و راح نغطيه بورق الفيلم باش نتفاده وروائح المجمد ونحطو عالاقل ساعتين فور المجمد باش يحكم روح مليح باش نديرو فيما بعد فعمالية المنتاج تالانتخمي دانك بنسبة لاموسو شوكولات راح نديرو ها فلانتخمي راح نديرو اون كرم انغلاس ندفوها على لشوكولات تولينا une sorte de ganache و بعد نضيفوها الكريمة نكونو طلعناها مقادير الوصفة راح نحتاجو 3 صفار بيت 35 جرام سكر عادي ميتين وخمسة وعشرين غرام شوكولات دانك لشوكولات استعملت هالزوتش خلطت ما بينتهم عندي ميتين ميلي لتر كريمة سائلة تكون بردة دانك لطوم ها نخدمه راح نعزن الجحة في التلاجة و عندي 180 ميلي لتر حالي حاجة اللولا راح ندوب شوكولات اوباماري باش نبدا نخدم الكريمة انغلاس وهناك تحطوه لشوكولات يدوب دانك حركوه من حين الى اخر وتأكدو باللي النار ما تكونش قاوية والسطح تحتعى لغي سيفيون ما يلمسش المات على كاسخال نوك بعد ما دوبنا لشوكولات راح نحط لحليب فوق النار حتى يبدأ يغلي و نطلع سفر البيض مع السكر نوك هنا تقدروا تستعملوا المضرب اليداوي وشنو لازم تضربو بسرعة انا هنا راح نستعملو بعد تغ و راح نضرب حتى يوليلي الخليط باللون الاصفر الفاتح فانا كما راكم تلاحظو هنا راح نفرغ فوقو الحليب بعد ما بدا يغلي ذوك راح نفرغ الحليب على تلت دفوعات و اشكفوه نخلطه ملاح و بعد نعود نرجعو فلا كاسخال باش نطيب فوق النار فوق النار فوق النار فوق النار و راح نقعد نحرك على النار قليلة حتى يمكن نمسوه و نديروا واحد الخط مايروحش دوك تشوفوه فوق النار فوق النار فوق النار فوق النار فوق النار فوق النار مايطلاقاوش يقعد هذك الخط باين و ينجو بسطوه سبعكم راح نفرغ كريم انجلي على ثلث دفوعات و في كل مرة نخلط ملاح في الاول و راح تبال لكم بالليلة غاناش خسرت دوك هذك مرحلة لابد الجوز منها و بعد كي تكمل و ضيفوا باقية الكريمة راح تتسجم و راح تولي لكم اون غاناش بيان ليس دوك تخلطو ملاح و تحطوها دو كوته لتو ما نطلعو الكريمة السائلة لي تكون ضروري ضروري تكون بردة دوك حطيت الكريمة السائلة فلوغي سيبيان و راح نطلحها على سرعة عالية و حتى تولي لي اون شانتي و بعد ما نتأكد باللي لك تخيم لي كي تطلع تملح راح نضيف لها لغاناش على عدة مرات كيف كيف و دايما هنيات خلطو بالعقل دوك هنالي ما جرا هي مسرعة شوية ولكن توما خلطو بالعقل فقط دوك دايما في نفس الاتجاه و ملتحت للفوق حتى يولي لكم خليط متجانس و هاد لاموس تسعملوها في عدة وصفات تعالي زنترمي أو لفيرين دي موليوها فاسلما دوزو عليه شان المول لسيشوار راح يتنحلكم بكل سهولة و مباد راح نغطيه بلا موسو شوكولة و مباد نجيب بالبسكويت داكواز بالكروستيان دوك راح نقلبوه نحط الكروستيان ملداخل و الاداكواز ملبره دوك نغطيه نغطيه شوية ملفوق راح تلاحظو باللاموس راح تطلع شوية ملل باروه و نكمل نعمر الفراغات اللي في المول ديالي بلا موسو شوكولة و مباد نمسح الفائد بلا سباتول ولا بالملعقة و مباد نغطيه بامبابي فيل و نخليه لمدة ليلة كاملة في المجمد حتى تجمد ملح باش نضيرو لها لغلاساج ميغواغ بالنسبة لغلاساج ميغواغ راح نحتاج 150 قرام غلوكوز هنا غلوكوز وزنه مباشرة في الكاسخول بس ك الغلوكوز يلسق دونك ماشي عشاك فاي قاعد يلسق لكم في الإناء اللي توزنو فيه و بعد زيدو تحطوه في الكاسخول دونك وزنوه مباشرة في الكاسخول عندي 150 قرام سكر عادي 75 قرام ما عندي هنا يا اربع اوراق جيلاتين و تقطعتوهم على اثنين باش يدخلو لي فاسي المو في الإناء و ما راح نحطهم دونك ميوه 11 قرام عندي 100 قرام حليب مركز محلا و عندي 150 قرام شوكولة هنا قطعوها إلى قطع صغيرة و عندي الكلوران راح نستعمل هذا الكلوران راح نستعمل هذا تاع الكلوران 10 شبه حاجة الأولى راح نحط أوراق الجيلاتين في الماء بارد اكدو باللي تغطاوه كامل بالماء راح نحط فوق الجليكوز السكر والماء و راح نحطهم فوق النار و راح نحركو حتى الجليكوز والسكر يدوبو يولينا خاليت متجانس و راح نخليه يغلي حتى يلحق مياه و ثلاثة درجة مئاوية ما ميلا ديباس لكم مياه و ربعة و خمسة و ستة سيبا جغاف ما تقولوش باللي يلي غاتي فرات هنا خليته يغلي حتى وله لي مياه و ثلاثة درجة باش نكمل الوسف و بعد نحيتهم فوق النار حطيت في هذيك أوراق الجيلاتين بعد ما عصرتها مليح و خلطها بالفوي حتى دابت كامل مع الخالد و بعد نفرغو فوق لشوكولات بلان نتأكدو بلي شوكولات دابت مليح نزيد نفرغ فوقها للي كونسانتري سوكري نزيد نخلطو مليح ندالو كولوران اليمانتر حتى نتحصل على اللون لاني نحاوس عليه و بعد راح نجووز لغلاساج ميرواغ باش نميكسيه سينو تقدرو تتليزيو لبراميكسير تاني و بعد نزيد نصفه باش نتأكد بلي مكاش شوائب و تكاتولات و نخليح تيولي على ثلاثين دارجا ميهوية نك تقدرو تتجلسيو لانتخمي ديالكم باش ندالو لغلاساج ميرواغ باش ندالو لغلاساج ميرواغ نتأكد بلي لغلاساج ميرواغ يكون صغير على الانتخمي باش لغلاساج يقترلي من الجوانب سور لبلاتو و راح نخليح تيقطر كامل باش نعود نرفضه و نكمل عملية التزيين بالنسبة لعملية التزيين من لسبة لعملية التزيين راح نحطه صغير دك لبتيمول باش ديني عملية التزيين سهلة هناخدت شوية بستاش و لوز مرحي خشين راح نديرو في الجوانب تعلانتخمي بهات الطريقة و بعد نعود نرفضه نحطه فوق صحن التقديم باش نكملو التزيين عندي هنا يا دي ميني تخيف كندرت لكم ديجا الوصفة ديالهم راح نخليها لكم في صندوق الوصف نانك خديت 3 ميني تخيف حطيتهم بهات الطريقة زيت حطيت حلقوما على شكل فرنبواز كنت رشيتها شوية بالسكر غلاس من الفوق نانك حطيت ثلاثة و بعد لاحظت بالليل تخوزيام جاي عن الحفا والانتخمي ديالي شوية بامبي باش ما تطحليش لانها تقيلة شوية قسمتها على زوج وعندي دينوازات قطعتهم على تنين و أمتي بابيان بورقة القفريت كنت لسقته من الفوق بشوية تاع القلاسة جميغواخ و ورقة الذهب راح نحطها بشكل عشوائي و شوية الخاليط هذك اللي قعد لي تاع لابيستاش و لزامانت اللي كندرتو في الجوانب بتاني راح ندير رشة منو فوق لانتخمي والتزين يبقى دائما حاجت ذوق دونك هاوليك لانتخمي في صحن التقديم شوفوا ما شاء الله يجي بزاف شباب و بزاف بنين و لغلاساج شوفوش هاليجي لامع و بنسبة لدكواز و للموس و شوكولة اللي قعدو لي درت بيهم هاد لبغين بعد ما درت لهم لكولي دفر زرت طبقاته لبسكويت لكخوصيان للموس و لغلاساج ميغواخ من الفوق و زينتهم هاد الطريقة و راح نوري هولكم كيفاش يجي من داخل دونك يجي طبقاته لدكواز فوقها لكخوصيان لاموسو شوكولة لانسر و مبعد لغلاساج ميغواخ دونك تمنى الوصفات اليوم تكون عجبتكم الى اللقاء فو صفات و افكار و احد اخرين ان شاء الله